موسيقى وقعت أريتريا وأثيوبيا اليوم اتفاقية للسلام بين البلدين في مدينة جدة السعودية وقالت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد علي والرئيس الأريتري أسياس أفوركي وقع الاتفاقية برعاية الملك سلمان بن عبد العزيزة وحضر مراسم التوقيع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش وعبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي وتعهد أحمد وأفوركي في الاتفاقية الجديدة بتعزيز علاقات الصداقة والتعاون من أجل سلام وأمن البلدين بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار المنطقة بكاملها بحسب بيان سعودي رسمي ينضم إلينا من الخرطوم عبد المنعم أبو أدريس المتخصص بالشؤون الأفريقية أهلا بك سيد عبد المنعم إلى العربي اليوم إذن هذه الاتفاقية اتفاقية السلام الموقعة بين أرتيريا وأثيوبيا برأيك ستكون الأخيرة بالنظر إلى الاتفاقيات السابقة الموقعة في هذا الإطار الموقع اليوم في مدينة جدة السعودية هو عبارة عن تدشين للدور السعودي في الوساطة ما بين أثيوبيا وأرتيريا لأن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في جدة لا تختلف كثيرا في نصوصها عن الاتفاق الذي تم توقيعه في العاصمة الأرتيرية أسمر والذي سمي اتفاق الصداقة والأخوة واليوم سمي الاتفاق اتفاق جدة رغم من أن الفضائية الأرتيرية تتحدث اليوم عن الاتفاق باسمه القديم اتفاق الصداقة والأخوة ما بين أرتيريا إضافة لأن النصوص تتحدث عن إعادة خطوط الطيران ما بين البلدين إعادة خطوط الهواتف حركة المواطنين التبادل التجاري إزالة الحواجز على الحدود الحواجز العسكرية على الحدود عودة إيسيوبيا لاستخدام المواني الأرتيرية عودة العلاقة إلى طبيعتها هذا لا يختلف عن الاتفاق الذي تم توقيعه قبل شهرين في العاصمة الأرتيرية أسمر فالذي حدث اليوم هو عبارة عن تدشين للدور السعودي الذي اعترف به الجانبان عند توقيعه من الاتفاق قبل شهرين من خلال تصريح وزير الحارجي ولكن أبي سيد عبد المنعي لا أتحدث هنا عن الاتفاق الذي جار قبل شهرين والذي يعتبر هذا الاتفاق الآن هو استكمال له ولكن أتحدث عن انتفاقات حدثت في السنوات الماضية على سبيل المثال بعام 2015 كان هناك أيضا اتفاق في هذا الإطار وتم خرقه ما الذي يجعل هذا الاتفاق أقوى؟ هل الضامنين؟ هل وجود دول ضامنة؟ ربما يجعل من هذا الاتفاق قيمة أكبر؟ القيمة الاتفاق هذا التحولات السياسية التي حدثت في أثيوبيا القيادة الموجودة الآن في أثيوبيا منذ لحظة تولية للقيادة تحدثت عن إعادة العلاقة مع أريتريا إلى طبيعتها وهذا الحديث في ذلك الوقت مصر تطورا كبيرا فهذه الانتقالة هي التي أحدثت النغلة الكبيرة إضافة إلى المبادرة التي قام بها رئيس الوزراء الأسيوبي عندما زار أسمر وكانت مفاجأة لكثير من المراقبين الأمر الثاني أن الحالة الاقتصادية للبلدين والوضع السياسي لهما حالة إنهاك تجعلهم ليس لديهم رغبة في استمرار حالة اللا حرب واللا سلم التي استمرت الآن لأكثر من عقد من الزمان بعد انتهاء الحرب في عام 2002 ما بين البلدين لذلك التطورات الغليمية والتطورات الداخلية للبلدين تجعل في أن هذا الاتفاق مختلف عن الاتفاقات السابقة ولا سيما أن الآن بدأ التنفيذ على الأرض من خلال عودة المعارضين المسلحين الأسيوبيين الذين كانوا موجودين على الأراضي الأريترية وأمس شهدنا عودة أكبر فصيل أسيوبي معارض دخل إلى الحدود العبر المنطقة التي كان متنازع عليها دخل إلى الأراضي الأسيوبية وتم استقبال استقبال شعبي كبير كل هذه العوامل تشير إلى أن هذا الاتفاق مختلف عن ما تم سابقاً أو النواية التي حدثت سابقاً أو بداية التفاوض الذي حدث في أوقات سابقة أشكرك من الخرطوم عبد المنعم أبو أدريس المتخصص بالشؤون الأفريقية